أصبح الظاهرة هجرة الكفاءات والكوادر المؤهلة والأيد الماهرة من أهم الظواهر البشرية في وقتنا الرهن وتعتبر بمثابة سوق عالمياً يشمل كل مستويات الكفاءات حيث تدور المنافسة الحقيقية حول الأشخاص الذين يتمتعون بكفاءات عالية إذ أصبح الظاهرة هجرة الكفاءات من الظواهر الحساسة والمقلقة فهي تهدد بلدان الوطن العربي بصفة عامة والعراق بصفة خاصة لما لها من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني والنواحي الاجتماعية والثقافية إن جوهر المشكلة يتجلى في رغبة الكفاءات بالعمل في البلدان المتقدمة هرباً من الضغوطات والمشاكل الاجتماعية والأمنية وعدم الاستقرار السياسي جملة تحديات تواجهها هذه الشريحة المهمة في المجتمع وهذا الأمر يؤدي إلى هدر الجهود والموارد المادية التي خصصها العراق لهم لكي يتحولوا إلى كفاءات أصبحت الآن في خدمة الدول الأجنبية بسبب قيام الدول المتقدمة باستخدام وسائل وطرق متعددة لجذب الكفاءات من خلال تقديم وعرض المغريات المادية وغير المادية من أجل الهجرة والبقاء والعمل لصالحها أثبتت الكثير من الدراسات أن المنطقة العربية هي أكثر منطقة طاردة لعلمائها إذ لا يوجد بلداً عربياً إلا ويعاني من هجرة الكثير من العقول العلمية الأساتذة الجامعيين والمفكرين والأطباء وأصحاب العلم والمعرفة الذين تأسست أغلب الجامعات على أيديهم حيث يهاجر حوالي مئة ألف كفاءة علمية عربية سنوياً إلى الخارج من ثماني دول عربية منها مصر والعراق وسوريا ولبنان وغيرهم من البلدان الأخرى الحكومات وشعوبها ومفكرون ومثقفون قد نظم العشرات من المؤتمرات حول هذه الظاهرة وأسبابها وحلولها لجذب هذه العقول والكفاءات وأغرائها بالعودة إلى أوطانها لكن دون جدوى ترجمة نانسي قنقر